اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المروي عن اهل البيت عليهم الصلاة والسلام مكررا ورد هكذا لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا الايمان درجات ومراتب ككثير من الاشياء وعلى الاصطلاح العلمي مقول بالتشكيك فدرجة من الايمان اعلى من درجة واعلى من تلك الدرجة درجة اخرى ثالثة وأعلى منها درجة رابعة وهكذا المؤمن الحقيقي الذي ارتقى درجات من الايمان هذا يكون هكذا لا يكون المؤمن مؤمنا هو مؤمن بدرجات اقل لكنه لا يكون مؤمنا بدرجة اعلى حتى يكون هكذا خائفا راجيا خائفا من الله تعالى ومن عقاب الله تعالى في الدنيا والاخرة ومن نفسه الامارة بالسوء ومن الشيطان الرجيم حتى ان لا يوقعه الشيطان ولا توقعه النفس الامارة بالسوء في عذاب الله تعالى الله سبحانه وتعالى لا يخاف الا عدله ان الله لا يظلم مثقال ذرة الانسان المؤمن اذا يخاف الله يخاف عدل الله تعالى يخاف ان تكون سيرته يكون عمله بحيث يستوجب العقوبة الالهية يستوجب العدل الالهي معه العقوبة له هذا الخوف لان الانسان مبتلى بالنفس الامارة بالسوء ومبتلى بالشياطين من الانس والجن ولذا يخاف من ان يقع في المعاصي وفي نفس الوقت رحمة الله واسعة الله تعالى ارأف بعباده وارحم بعباده من الام الحلون الله تعالى صرح في القرآن الحكيم بانه قال ولذلك خلقهم يعني الله خلق عباده ليرحمهم فهذه الامور توجب الرجاء والامل للانسان بالنجاح ولكن الخوف له اطار هذا الخوف في هذا الاطار فضيلة فاذا تعدى ذلك الاطار يكون هذا الخوف رذيلة والرجاء له اطار في حدود هذا الاطار الرجاء فضيلة واذا تعدى الرجاء ذلك الاطار يكون رذيلة ولذا المؤمن الصحيح المؤمن الذي ارتقى مراتب عديدة من الإيمان هذا لا يكون خائفا فقط لا راجيا ولا راجيا فقط لا خائفا بل يكون كما في هذا الحديث الشريف خائفا راجيا في كل لحظة يخاف وفي كل لحظة يرجو فلا يخرج عن الخوف إلا إلى الرجاء ولا يخرج من الرجاء إلا إلى الخوف هذا الحد الوسط كما أن في كل شيء حد وسط أن لكل شيء حدا وسطا بذلك يكون قوام ذلك الشيء بدن الإنسان أجزاء بدنه الدم في عروق الإنسان الكريات الحمر والكريات البيض في الدم كل ذلك له إطار وسط وإفراط وتفريط إذا صار إفراطا أو تفريطا يردي بحياة هذا الإنسان الكريات الحمر ضرورة في بدن الإنسان وفي الدم أما بأية نسبة إذا ارتفعت النسبة أو انخفضت النسبة عن المقدار المناسب هذا يردي بحياة الإنسان وهكذا بالنسبة إلى الكريات البيض وهكذا بالنسبة إلى كل شيء البدن يحتاج إلى قوت يحتاج إلى أكل أي مقدار من الأكل إن أفرط الإنسان في الأكل يموت من التخمة وإن فرط في الأكل يموت من الأمراض الأخرى كل شيء إفراطه وتفريطه عادة رذيلة والحد الوسط هو الذي يكون فضيلة بالنسبة إلى الخوف والرجاء هكذا ولذا هذه الأحاديث الشريفة عن أهل البيت عليهما الصلاة والسلام مكررا صرحت بأن يحاول الإنسان في داخل نفسه في قرارة نفسه يحاول في عمقه ارتكازه أن يكون دائما خائفا وراجيا راجيا وخائفا فإذا غلب الخوف حصل اليأس الذي هو أشد وأعظم وإذا غلب الرجاء وانعدم الخوف حصل العصيان الذي هو يردي بالدنيا الإنسان وآخرته في قصة همام من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه الموجودة في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة وروي مكررا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه ذا تمر همام طلب من الإمام أمير المؤمنين أن يصف له المتقين فأوجز له الإمام جملة للتقوى والمتقين ولكن همام طلب المزيد وأصر على الإمام عليه السلام فذكر الإمام عليه السلام أوصاف للمتقين وهمام يستمع فلما وصل الإمام صلوات الله عليه إلى مكان من ذكره للعشرات من صفات المتقين صاح همام صيحة كانت فيها نفسه ومات أصيب بموت الفجأة ومات لماذا مات؟ لأنه غلب خوفه على رجائه يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه من كان يذكر له صفات المتقين كان يجد من نفسه أنه هذه الخصلة غير موجودة فيه الثانية غير موجودة فيه الثالثة بالمقدار المناسب غير موجودة فيه الرابعة، الخامسة، العاشرة، العشرون، الثلاثون، الأربعون، الخمسون هذه شيئا فشيئا تراكمت في نفسه الصدمات بسبب هذه الأمور التي يجن نفسه عارية عنها وهي خصال المتقين صفات المتقين لذلك أصيب بموت الفجأة هذا غلب خوفه على رجائه هذا حال اليأس وهذا رذيلة ليست فضيلة المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يكون راجياً أيضاً لا خائفاً فقط وبالعكس إذا غلب الرجاء على الخوف يعني الإنسان ترك خوف الله سبحانه وتعالى وخوف عدل الله تعالى وترك قوة الشيطان وقوة النفس الأمارة بالسوء في أن يرضي بالإنسان عن الطريق الصحيح وتراكمت عليه أنواع من الرجاء وغاب عن نفسه الخوف هذا يكون في العصيان يعص الله سبحانه وتعالى أملاً برحمة الله أمراً بعفو الله أملاً بمغفرة الله دون الخوف منه رجاءاً بدون خوف هذا شيئاً فشيئاً يجعل منه إنساناً طاغياً إنساناً ظالمان هذا أيضاً رذيلة لذا على المؤمن أن يلقن نفسه ويوطن نفسه ويكرر على نفسه حتى لا ينقلب رجاءه خوفاً ولا ينقلب خوفه رجاءه يكون دائماً خائفاً راجياً في حال أنه خائف يكون راجياً وفي حال أنه راجياً لعفو الله وراجياً لمغفرة الله وراجياً لنعيم الله وراجياً ل فضل الله تعالى عليه في نفس الوقت يكون خائفاً من أن يصيبه والعياذ بالله عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً نقل عن أحد المراجع الأتقياء المعروفين أنه كان من المراجع المعروفين بعد وفاة المرجع الكبير السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله عليه أنه جاءه أحد المقلدين للسيد أبو الحسن الإصفهاني جاء إلى هذا المرجع الكبير المتقي وقال له أنني كنت مديوناً للسيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله عليه سبعة عشر ألف دينار في ذلك اليوم كما نقلوا القوة الشرائية للدينار الواحد كان يساوي خروفاً واحداً يعني الدينار الواحد ثمن خروف سبعة عشر ألف دينار ثمن سبعة عشر ألف خروف جاء هذا المقلد وكان من التجار وقال إني كنت مقلداً للسيد أبو الحسن الإصفهاني وحسبت معه الحقوق وصرت مديوناً له سبعة عشر ألف دينار وبعد وفاة السيد أبو الحسن عزمت على تقليدكم قال لذلك المرجع وانقل لي أحد من كان مع ذلك المرجع حينه قال لهو الآن أريد أن أعطيكم هذا المبلغ طبعاً ذلك المرجع المتقي المعروف لم يكن يتصرف في ذلك المال وإنما كان يوصل ذلك المال إلى المصالح العامة للمسلمين وإلى الفقراء من المسلمين وإلى المشاريع الاجتماعية والمشاريع الخيرية والمشاريع الدينية والثقافية ونحوها لكنه سأل من ذلك المقلد أنك هل داورت هذا المبلغ مع السيد أبو الحسن الأصفهاني المداورة شيء كان يعمله بعض العلماء وهو أنه عندما كان الشخص يحسب حقوقه ويكون مديوناً بمبلغ للمرجع فكان ذلك المبلغ يعطيه للمرجع ثم لحاجاته ذلك التاجر يستقرض ذلك المبلغ من المرجع ليعيده إليه شيئاً فشيئاً أو بعد زمان هذا يسمى في الإصلاح الفقهي بالمداورة ذلك المرجع سأل من التاجر هل داورت هذا المبلغ مع السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه قال نعم ذلك المرجع قال له إني لا أخذ هذا المال لأن السيد أبو الحسن الأصفهاني مات مديوناً وتتبع من الذين يطلبون منه المال لأن السيد أبو الحسن كان يقترض ويعطي للمشاريع الخيرية والاجتماعية والإنسانية والصحية والحاجات المختلفة وللفقراء فكان عندما يكون العوز عنده يستقرض ويعطيه ثم يؤدي ديونه مما يحصل عليه قال ذلك المرجع لذلك التاجر ما دام أنت داورت مع السيد أبو الحسن الأصفهاني فصارت شبهة أنك مديون للسيد أبو الحسن والسيد أبو الحسن مات مديوناً فتتبع من الديان ومن الذين استدان منهم السيد اذهب وأعطي المال لأولئك الدنيان ولم يأخذ من سبعة عشر ألف دينار وهو مبلغ كبير وله قوة شرائية عظيمة في ذلك اليوم لم يأخذ منه ديناراً واحداً يقول هذا الشخص وهو من مقلدي ذلك المرجع وكان معه نقل لي أنه قلت لذلك المرجع هذا المال ليس ملكاً للسيد أبو الحسن هذا المال حقوق وأنتم هناك الكثير ممن يراجعونكم من المحتاجين ومن المشاريع الخيرية والثقافية والاجتماعية وغيرها ولا تملكون ما تعطون لهم يقول هذا الشخص لي ذلك المرجع قال له أمامنا نحن آخر وهذا المال باعتبار أن السيد مديون أنا أحتاط في أخذ هذا المال وإن كان واقعاً هذا المال حقوق شرعية ولكني لا أترك الإحتياط هذا هو الخائف الراجي الإنسان إذا كان خائفاً راجياً يكون محتاطاً في أموره لا يغلب خوفه رجاءه فيكون مثل همام ويكون يائساً من رحمة الله ومن فضل الله وليأسه ليس بأقل ضرراً على الدنيا الإنسان وآخرته من ذلك الأمر وإن كان راجياً من دون خوف فيعص الله الحد الوسط حتى لا يغيب عنه الخوف مع رجائه ولا يغيب عنه الرجاء مع خوفه هذا هذا الحد هذا هو الإطار الذي يجمع الخوف والرجاء معاً دائماً ويكون نتيجة ذلك الإحتياط في الأمور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أسأل الله أسأل الله أسأل الله أسأل الله أسأل الله أسأل الله هناك أسأل الله اشتركوا في القناة